بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة جماعة ان شاء الله حناخد الدرس التاني في الفورم السحري المعجزة احنا طبعا في الدرس الاولاني شفنا ازاي بجيب الجداول وبحط اساميها في الليست بوكس نهاردة بقى ان شاء الله عايزين كل ما بضغط على جدول اجيب اسماء الاعمدة بتاعته وحطاها هنا في الليست بوكس وفي نفس الوقت برضو اجيب اسامي الاعمدة وحطاها هنا في الليبول لانا مش معقول في كل مرة يعني حكتب ازاي اسامي الاعمدة ازا كان احنا بنقول الجداول متغيرة وممكن تصل الى 20 جدول 50 جدول 100 جدول فطبيعي لازم تبقى برضو الاسماء بتاعت الليبول هنا متغيرة غير كده احنا بنعتمد على شغل معين لان انا باخد احيانا بعض الاسماء دي وبعمل منها شغل وبرضو باخد اسماء الاعمدة من هنا وبعمل عليها اكواد وشغل برضو فعشان كده هنا مهمة وهنا مهمة طب تعالوا نشوفه قدين بسيطين جدا هنبدأ نستخدمهم ونشوف هنعمل فيهم بصوا جماعة الكود الاولاني انا سميته column name to list تمام طيب الكود ده زي ما انت شايفين بسيط جدا 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 ويمكن احنا قولنا او قولنا قبل كده شرحناه برضو في دروس قبل كده قولنا دي بنحطها في اي كود وهنا f1.list2.item.clear يعني اول حاجة بخش من الفورم الى list box رقم اتنين وباجي على الايتم بتاعتها او العناصر بتاعتها وبفضيها في الاول تمام وبقوله for i as integer يعني i ده رقم صحيح طبعا احنا بنعمل حلقة بقوله بتبدأ من الرقم واحد to f1.dgv.column count يعني انا من اول عمود لحد اخر عمود في data grade view طبعا انا data grade view نزلت فيها الجدول فاسامي الاعمدة موجودة بتبقى مكتوبة فوق تمام كده طيب انا عايز اخد الاسامي دي وحطها عندي في list box فبقوله f1.list2.items.add يعني بقوله تعالى من الفورم خش على list box2 وخش من على العناصر بتاعتها .add ضيف لها f1.dgv.column اللي هي i-1.name يعني حطيلي فيها اسامي الاعمدة اللي موجودة في data grade view تمام كده من اول عمود لحد اخر عمود بس طبعا هنا احنا بدقين بالواحد وانا عندي الاعمدة بتاعتي في data grade view بتبدأ من الصفر لشان كده كتبت له i-1 طيب باخد هذا الكود هقوله كده copy وتعالوا الروح طبعا بقى مش هنروح في بداية التشغيل خلاص احنا قلنا انا لما بعمل change بحيث ان انا كل مرة حتى لا حتلاحظوا شايفين الكود ده انا شلته من بداية التشغيل لان انا اما بعمل change تلو علملي على الليستو select index بتساوي zero يعني اكنه عمل فيها ايه تغيير طب طالما بيعمل تغيير بحيجيبلي اول حاجة الجدول هقوله تاني حاجة بقى خدلي من data grade view اسامي الاعمدة وحطهالي في الليست بوكس تمام؟ طب تعالوا كده نجرب ونشوف الشكل حيبقى ازاي زي ما انتوا شايفين كده جماعة اول ما فتح البرنامج احنا الكود بتاعنا ماشي ازاي؟ في بداية التشغيل بيبدأ يختار هنا الصف الاولاني طيب طالما بيختار الصف الاولاني اكنه عمل change هنا طب لما بيعمل change ايه اللي بيحصل؟ باعرض الجدول هنا طب تاني حاجة واقوله خد بقى اسامي الاعمدة من هذا الجدول وحطها لهنا من data grade view تمام؟ طيب بصوا كده لما بعمل change تاني انا روحت الجدول الجديد راح اجايب لي برضو اسماء الاعمدة بتاعته وقود المؤلف واسم المؤلف وعنوان المؤلف زي ما انت شايفين طب اروح للتالت نفس الحكاية قود الكتاب وقود المؤلف والحد تاريخ الاصدار لو روحت للعمليات برضو اه دي الاعمدة بتاعتها زي ما انت شايفين موجودة قدام طب ده الكود الاولاني عايز بقى الكود التاني انزل كمان اسماء الاعمدة هنا عشان تبقى ما باجي اعمل ادخال او اعمل اي حاجة طبيعي جدا ابقى عارف انا بعمل ايه تمام؟ طيب تعالوا نشوف الكود برضو كود بسيط وسهل ايه ده جماعة الكود بتاعنا هنبدأ كده هقوله انا سميته column name to label يبقى الاولاني كان column name to list box هنا الى label برضو on error خلاص for i برضو as integer من واحد لحد فواحد دوت دي جي في دوت column count نفس الكلام بالزبط زي ما هو هنا فواحد دوت هنا بقى جي ار بي اللي هو الجروب يبقى لازم بخش على الجروب الاول دوت كونترولز label طبعا label انا المفروض عايز label one و label two و label three وهكذا .text في التكست بتاعها حاجة على f1.dgv.column i-1.name نفس الكلام هنا ولكن هنا انا بدل ما حطها في الليست بوكس لا ده انا حطيتها فين حطيتها في ال label وطبعا الحلقة برضو ال label بتاخد label one و label two و label three وهنا ال column طبعا i-1 لان احنا قلنا بيبدأ من الصفر تمام طيب حيبدأ برضو اخد نفس الكود ادي copy وبرضو حاجي لما بعمل change هنا كده جماعة enter وحقول له ايه best قبل ما شغل بس عايزين نشوفه بقى الاسماء عشان ايه محدش يتلخبط ونبقى ماشيين واحدة واحدة زي ما احنا شايفين الليست بوكس اسمها ال st2 تمام وحاجي على label بصوا كده الاسماء بتاعتها عشان تبقوا ماشيين معايا واحدة واحدة label one اللي بعديها label two ولو جيت على الاخرانية label 20 يبقى من اول واحد لحد عشرين تمام كده برضو ماشيين واحدة واحدة بعرفت بس الليست اللي انا هشتغل عليها واسامي ال label ولبقية الحاجات التانية هنقولها واحدة واحدة تمام طب تعالوا بقى نشغل ونشوف زي ما انتو شايفين يا جماعة بصوا label اهو انا راح هنشرين راح جايب لي اسامي الاعمدة بتاعتهم لو رحت للمؤلفين نفس الحكاية رحت للكتب نفس الحكاية رحت للعمليات بس طبعا المنظر كده مش حلو لان انا في اعمدة انا شغال عليها والباقي ده ما يلزمنيش فانا مش عايز اشوفه عايز اخفيه وفي نفس الوقت برضو هنا tab control شايفين هنا دي الصفحة الاولينة والصفحة التانية انا مش عايز برضو اشوف الكلام ده عايز اخفيه زي ما عملت هنا مع tab control الاولانية طب تعالوا نشوفه ازاي نخفي ده ونخفي ده اولا بالنسبة لل tab control احنا عملناها قبل كده والكود واخدينه ما فيهوش اي مشاكل مجرد ان انا هحط الكود بس في بداية التشغيل فتعالوا هنا اهو هضغط enter وتعالوا نفس الكود ده هو هو copy وحنيجي هنا هقوله ايه بست وطبعا بدل tab 1 بقت اسمها tab t يبقى التاب التانية دي اسمها ايه tab t يبقى كده انا ضمنت الضرائر بتاعتي هتختفي طيب بالنسبة بقى ليه ال label احنا قلنا في label 1 و label 2 طب وبالنسبة للكمبو بوكس برضو بالمرة في cmb1 و cmb2 و cmb3 لحد cmb20 يبقى انا متسمين كده cmb1 وهكذا طيب تعالوا بقى نشوف هنخفي الكلام ده ازاي نبص على الاكواد بتاعتنا هتلاقوا هنا height column و label اهو cmb و lbl طيب نضغط عليه كده و هقول له تعالى نشوف الكود برضو مش هيختلف كتير فبقول له for i as integer بتساوي f1.dgv.colum count زائد 1 to 20 احنا طبعا يعني بمعنى ايه انا المفروض باخد عدد الاعمدة فمثلا انا وصلت الحد الايه لحد الخامس فهزود عليه واحد يعني بقول له ابدأ من السادس لحد العشرين دول بعمل لهم ايه بقول له ايه فيهم يبقى بقول له f1.grp controls cmb و i تمام .visible بيساوي false و نفس الكلام f1.grp.colum label and i.visible بيساوي false هقول الكلام تاني هنا i مسكت ايه انا بقول له شوف لي عدد الاعمدة نفترض مثلا ان عدد الاعمدة خمسة طب خمسة زائد واحد يبقى ستة يبقى بقول له من ستة لعشرين اخفهم لي من ستة لعشرين ابدأ اعمل ايه اخفهم لي طيب فانا لو خدت الكود ده كده و هقول له copy و هنروح برضو ساعة ما بعمل change و حاجة هنا هقول له enter و هقول له ايه best بس هنا هيبقى في مشكلة صغيرة ايه هي بقى انا ساعة ما بعمل اخفاء هنا طبعا انا خدت الصب معاه delete انا باخد اسم الكود بس طيب هنا بقى في مشكلة ساعة ما بيخفي ال label و CMB ما بيظهروش تاني فعشان كده لازم اظهرهم طب بصوا كده جماعة يبقى عملت كود اخر للازهار اهو فبقول له visible CMB و label نفس الكلام بالضبط بس بدلا ما كنت بقول له visible بتساوي false هقول له لا visible بتساوي ايه بتساوي true والكلام ده من واحد لعشرين يعني انا بقول له اظهر لي بقى كله من واحد لعشرين اظهر لي كل ال visible في الاول وبعدين اخفي اللي انت عايز تخفيه خلي على قد عدد الاعمدة لان احنا عدد الاعمدة مرة يطلع خمستاشر مرة يطلع اربعة مرة يطلع عشرة فيبقى لازم يعمل ايه يظهرهم بالعشرين كلهم وبعدين يخفي منهم اللي هو عايز يخفيه فعشان كده هاخد الكود ده وخلي بالكو بقى ده يتحط فين هقول له كده copy هيتحط برضه ساعة ما بعمل change بس يتحط فين المفروض يتحط في الاول تمام كده اهو هقول له enter هقول له اول حاجة اعمل ايه اظهر لو كان فيه اخفاء لأي حاجة سواء كان combo box او label اظهرهم لي لو كان فيهم حاجة مخفية وبعد كده اخفي اللي انت عايزه تعالوا بقى نشغل زي ما انت شايفين يا جماعة اول حاجة هنا الازرار اختفت اهيه تاني حاجة بصوا كده كله اختفى ما ظهر ليش اللي الايه الا اربعة على قد عدد الاعمدة طب لو رحت المؤلفين برضو هو غير بس هما اربعة زي ما هما طب لو رحت للكتب لقاهم خمسة راح عامل خمسة لو جينا مثلا هنا في العمليات برضو نفس الحكاية جماعة يجيب لي على قد الحاجة اللي موجودة زي ما انت شايفين دروس سهلة وبسيطة واكواد بسيطة جدا ولكن تأثيرها ان شاء الله حيب كبير في الاخر زي ما هنشوف مع بعض تمنى الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم يا ريتا جماعة اللايك بتاعكم الجميل والشير طبعا والتعليقات بتاعتكم ولو في أي ملاحظات ياريت تقولها لي أول باول وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته